أكد مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي أن العراق يعمل على تفكيك مخيم الهول السوري لاعتباره تهديداً على الأمن القومي العراقي مجدداً مطالبته الدول ذات الصلة بتسريع عملية إعادة رعاياها على غيار بغداد التي أعادت الآلاف من الأشخاص وتنصق لإعادة المتهمين بالإرهاب الجياشي وصف الهول السوري بالتهديد المباشر للأمن القومي العراقي لذلك طالبت الحكومة العراقية جميع الجهات الدولية العمل على تفكيك هذا المخيم الذي يقتنه 30 ألف عراقية يشكل الأطفال والنساء 92% منهم وتتفق تحذيرات الجياشي مع قراءات دولية مختلفة عن خطورة تجميع أسر داعش في مخيم أو عدد من المعتقلات ما يسمح بإعادة تنشيط التطرف داخل أرويقتها الضيقة مع وجود غالبية من الأطفال والمراهقين الذين قد يتحولون إلى ضحايا جدد في اعتناق الفكر المتطرف واقتحام تنظيمات الإرهاب